نقدر كلنا نحمي الشعور مع بعض أكيد كلنا نقدر نحمي مصر ونحمي الشعور ومعينا دلوقتي فقرة زي النهاردة زي النهاردة سنة 1893 يوزلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة زي النهاردة 1912 ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية وزي النهاردة سنة 1914 إعادة فتح برسة نيويورك للتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العالمية الأولى ومعينا زي النهاردة هي ذكر ميلاد الممثلة المصرية مها أبو عوف وهي شقيقة الفنان عزة أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف وكونت مع شقيقها عزة وشقيقتها الثلاث مونة ومنال وميرفت فرقة الفور ام في نهاية السبعينات وهي الوحيدة بين شقيقتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل من أهم مسلسلتها يوميات ونيس فارس بلا جواد رجل وست ستات ويتربى فعز توفيت مها أبو عوف في 6 يناير 2022 في أحدى مستشفيات القاهرة الجديدة وذلك بعد صراع مع مرض السرطان زي النهاردة هو ذكرى وفاة المغنية والفنانة المصرية شدية سنة 2017 وهي ممثلة ومطربة مصرية تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما اختيرت ستة من أفلامها في قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية وذكر وفاة الفنانة والمغنية المصرية شدية قد ذكرت فيه لقاء مع الإزاع المصرية سنة 1963 إنها هي من اختارت اسم جل شدية لنفسها وذلك في فترة التحضير لتصوير فيلمها في أجازة رغم إن اسم شهرتها في العقد كان هدى الذي لم تكن تستسيغ حينها وإن المخرج حلمي رفلة قد وافقها على اختيار اسم شدية وبشدة قدمت خلال فترة ما يقارب من أربعين عاما حوالي 112 فيلم وعشر مسلسلات إزاعية ومسرحية واحدة وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية فضلا عن قاعدة عريضة من الجمهور العربية وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية اعتزلت الفنانة شدي عندما اكملت عامها الخمسين وتبرعت بكل ما اتدخرته من أعمالها كفنانة لصالح الجمعيات الخيرية